السلام عليكم تعالوا نعمل آيس كريم سهل و بسيط و اقتصادي جدا و هنعمل له كمان صوص من المأدير نفسها بتاعت الآيس كريم يعني بجد وصفة عبقرية جربوها الوصفة تي و بطلوا لنكم تشتروا آيس كريم من بره و شوفوا كمان باقي وصفات الآيس كريم اللي نزلناها هنا على القناة بجد هتنبهروا جدا من النتيجة وصفات تردي جميع الأزواء شوفوها و ما تنسوش ان انتو لو عجبكم الفيديو ده ان انتو تعملوا لايك وصالوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات و اشتركوا في القناة و لو حابيني انكم تتابعوني على الفيسبوك فهتلاقوا الصفحة بنفس اسم قناتي و يلا بينا نبدأ على طول اول حاجة كده جبت الكبة وضفت فيها نص كباية من السكر سكر حبابات عادي و هضيف كمان نص كباية من الحليب حليب سايل و هضيف ربع كباية من الكاكاو الخام الغير محلة ربع كباية يعني تقريبا 3 معلق كده للناس اللي بتحب انها تعير بالمعلقة و هضيف كمان معلقتين من الزيت معلقتين كبار انا كل ده بعير بمعلقة الاكل الكبيرة حفتي دي بقى اضربهم كويس جدا كده لغاية ما يتكون معانا سوس شوكولاتة زي ما انتو شايفين كده المفروض انه ايس كريم الشوكولاتة بيضاف ليه سوس شوكولاتة و غالبا بيكون مكون من كمية من الشوكولاتة الخام و نصها من الكريمة اللباني و طبعا دي مكلفة جدا فانا عملت سوس شوكولاتة اقتصادي و بسيط و تقدروا انه تتوظفوا السوس ده لأي حاجة تانية تحطوه على كيك تحطوه على جاتو تحطوه على طرد كمان و هيكون بجد حلوة قوي اهم حاجة انه نوع الكاكاوي يكون طعمه حلو و احسن نوع كاكاوي هو الاسباني غالبا بتلاقوا عند العطار فيه نوعين فيه الاسباني وفيه انواع تانية كتير فاختاروا الاسباني عشان بيكون طعمه حلو في اي حاجة حتى في الجاكات حنسيب بقى السوس على جنب وتعالوا نشوف بقى المقادير حنجيب نص كوباية من الكريم شانتي نص كوباية يعني تقريبا كده خمس معالق و نص عايز اقول بقى للناس اللي دايما بتطلب وصفات ايس كريم من غير كريم شانتي عايز اقول لكم ان ايس كريم يعني كريمة مسلجة يعني لازم يكون فيها كريمة لو مش كريم شانتي فهيكون كريمة لباني و احنا عارفين طبعا ان الكريم شانتي بيكون ارخص بكتير منها فاحنا عشان كده بنستخدمه دايما في وصفات الايس كريم ضفت معلقتين من السكر و حضيف كوباية و نص من الحليب و حضيف كده نص كوباية الحليب جنبي علشان اشوف على حسب احتياج الخليط نفسه و حضيف معلقتين بتسيري كريم او باستري المكون ده موجود عند العطار بيخلي الطعم اغنى و بيخليه احلى و كمان بيتقل كمان الخليط معانا فانتو لو ما لقتهوش المكون ده او مش متوفر عندكم استبدلوا معلقتين الباتسيري دول استخدموه بدلهم معلقتين من الكريم شانتي او ان انتو تقليلوا الميا شوية يعني على حسب الخليط شايفين الخليط بقى ازاي و ده الخليط المزبوط للايس كريم ان هو ما يكونش ماسك نفسه قوي ما فيش ايس كريم بيكون الخليط بتاعه زي الكريمة اللي احنا بنحطها على الطرطة طبعا ما استخدمتش نص كوباية تاني و اكتفيت ان هو يكون بالقوام ده عشان يكون طبعا اغنى الناس اللي بتحب الايس كريم فيه تجريشة فبيخلوا الخليط سيل اكتر من كده كل ما بيكون سيل اكتر كل ما بيتكون فيه تجريشة كده و احنا بناكل هضيف بقى شوية من الصوص مش هضيفه كله انا استخدمت كمية على الصوص على حسب الاحتياج تقدروا ان انتو تضيفوا كل الكمية لو حابين طعم الشوكولاتة قوي وتقدروا ان انتو تضيفوا عليه نص الكمية زي ما انا عملت كده و هسيب بقى شوية كده في الاخر للتزيين والباقي اللي هيتبقى معايا هخليه في التلاجة ولو مش هستخدمه في فترة قريبة هنغطيه ونغلفه ونخليه في الفريزر نستخدمه في اي وقت احنا حبينه طبعا في المرحلة دي بندوق كده وبنضبط الدنيا ونشوف هي محتاجة سكر تاني ولا لأ انا حسيت ان هي محتاجة لسه معلقتين سكر كمان انتو على حسب الرغبة ضيفوا السكر على حسب الاحتياج نضرب بقى كل الكلام ده كويس جدا عايز اقول لكم ان الوصفة دي تمفع برضو ان احنا نعملها في قلب الخلاط كده نضرب كل المكونات دي مع بعضها شايفين القوام في الاخر بيكون بالشكل ده هجيب بقى الاوالب بتاعتي وحفظي فيها الخليط ده طبعا دي اوالب السلكون طبعا اكيد كلكم حفظتوها دي بجد اجمل اوالب انا جبتها اصلا احسن بكتير جدا من الاوالب البلاستيك وبيكون كمان استخدامها سهل جدا حملاهم كده من الايس كريم ولو فيه اي زيادات فبنشيلها كده بالمعلقة شايفين البساطة والسهولة اللي بيدور على الاوالب دي ومش بلاقيها ممكن تلاقوها اكيد في محلات مستلزمات الحلواني هتلاقوا الحاجات دي موجودة ليمندل حتى بكسر عشان احنا في الصيف والحاجات دي بتبقى منتشرة جدا دي بقى اعواض خشبية المفروض ان هي بتكون معاها يعني انا بشتريها معاها وبيتكون في مجموعة كده من الاعواض الخشبية ولما بتخلص بنجيب غيرها سواء من محلات مستلزمات الحلواني او من السيداليات حمسح بقى اي زيادة كده موجودة وفي الاخر هغطيها بغطيان سيليكون كده هي جاي معاها اصلا ولو ما عندكوش الغطيان دي حاولوا انت تغطوها باكياس تلاجة او ورق ستريتش او اي حاجة علشان ما بقاش فيه بلورات تلجي كده على سطح الايس كريم حطيت بقى باقي الكمية في العلبة دي هخبطها كده كم خبطة عشان ما يبقاش فيه اي فقعات هوا وحطيت الاوالب على صينية ودخلتهم الفريزر ليلة كاملة لو انتو مستعجلين تقدروا ان انتو تسيبوها في الفريزر ست ساعات بس وبعد كده هتلاقوها جاهزة انها تتاكل هنا تاني يوم طبعا اتجمدت كده زي ما انتو شايفين شايفين البساطة والسهولة في اني بطلعها كده من الاوالب بكل سهولة ولونها حلوة جدا طبعا عايز اقولكو بقى ان انتو تقدروا ان انتو تضيفوا على الايس كريم ده قطح كده من الشوكولاتة تقدروا ان انتو تفرموا وحدات من البسكوت الأوريو واضفوها تفرموا بسكوت عادي واضفوه للعجينة بيبقى طعمها حلو برضو وبرضو قبل ما نضيف سوس الشوكولاتة تقدروا ان انتو تاخدوا الخليط اللي احنا عملنا ده واضفوا ليه اي فكهة وتفرموا كويس جدا كده مع بعض في الخلاط حيكون برضو ايس كريم فكه حلو قوي شايفين كده من بطلعوا بالمعلقة بيبقى فيه كده علامات في الايس كريم وده دليل ان القوام بتاعه مزبوط جدا والناس اللي عندها جناش شوكولاتة ايا كان هو ايه تقدروا انتو تضفوه بدل سوس الشوكولاتة اللي احنا عملناه ولو عندكو برضو نوتلا وحبين ان انتو تعملوها بيه يعني تستسهلوا بدل ما انتو تعملوا سوس والكلام ده فانتو بتسيحوها كده على بخار مية او بتضفوها كده زي ما هي بدرجة حالة الغرفة وبتتخلط مع المكونات وبيبقى معاكم ايس كريم نوتلا خطير طعمه في منتهى الجمال هنا بقى انا جيت شوكولاتة متسيحة متسيحها على بخار مية يعني بولا كده تحتها حلة فيها شوية مية ونشغل عليها النار تسخن المية ونقلب كده في الشوكولاتة اهم حاجة ان الشوكولاتة نضيف ليها شوية كده من الزيت تقريبا ربع كباية من الزيت ونقلب فيها لغاية ما تدوب بنضيف كمية زيت كبيرة علشان الشوكولاتة تكون سيلة اكتر وما تاخدش كمية اكتر واحنا بنغطس فيها الايس كريم يعني لو سيحتوا 8 كيلو مثلا من الشوكولاتة او ربع كيلو ضيفوا ليه ربع كباية من الزيت لو سيحتوا الشوكولاتة أقل من كده فبتضيفوا معلقتين كبار او 3 معالق وبتكون معاكم حلوة اوي هنا في صوص زي ما انت شايفين شكله حلوة اوي وبيلمع كده حطيت منه كده خيوط على الايس كريم يكون طعمه حلو جدا مع الايس كريم وده الشكل النهائي للايس كريم بتاعنا النهاردة شايفين بجد شكله حلو جدا وطعمه في منتهى الجمال والروعة ملحوظة مهمة جدا عايز اقولها لكم ان ماينفعش خالص ان احنا نطلع الايس كريم من الفريزر ونكله على طول لازم الايس كريم نخليه يرتاح 10 دقايق علشان يكون في القوامل المناسب اللي احنا هنكله ونستلزب طعمه وجماله عايزاكوا تجربوا الوصفة دي وتقولوا رأييكم فيها لما تجربوها متأكدا انها ان شاء الله هتعجبكم وخصوصا انها كمان ما فيهاش كده ثلاثة التلج اللي هي بتكون في الوصفات اللي ما بتكونش مزبوطة وطبعا لو عايزين وصفات تانية للايس كريم فهتلاقي وصفات كتير موجودة باشكال مختلفة واطعامها مختلفة هنا على القناة وبس كده لو وصلتم معي لغاية هنا بتنسوش تعملوا لايك واشتراك وضمتم في حفظ الله ورعايته مع السلامة